مهرجان الأحياء الشعبية بمدينة سل العريقة مبادرة إبداعية وفنية خالصة تغنى بجمالية الفضاء العام وتزيين جدرانه بلاوحات فنية عملاقة تطفي على الشارع رونق مميزا نحن لدينا حالياً مهرجان الأحياء الشعبية التي تمدد المدة للشهر والمراد منه هو تذويب الصورة الملتسقة والصورة السلبية على أبناء الأحياء الشعبية من أحياء الإدمان وعدم الإعطاء الأمية إلى أحياء منتجة وأحياء فنية وأحياء أراقية وجمالية هذه الأحياء خدمتهم بالسيل ديالي السيل اللي كان نرشاح فيه كان نخدم بالسيل تم غرابيت كان حاول أننا نخدم الجدارية ديالي فيهم كنتما نقولوا ريحة البلاد وكان حاول أننا نشوفوا فيهم شيء حاجة ديال المغاربة نريد أن نغير ذلك الصورة النمطية ديال الأحياء الشعبية تكون صورة إيجابية وفي نفس الوقت زيل فضاء العام في الشوارع العامة الكبيرة وحتى داخل الأزقة هذه النسخة الثانية من المهرجان تجمل إضافة لفنون الجداريات مبادرة تزيين الأزقة والأحياء الشعبية بتعاون مع جمعيات محلية أخرى وإشراك أبناء الحي من الشباب خاصة يستشيرون أهالي الزقاق في الألوان والأشكال المحببة لقلوبهم ومن تم يساهمون في التزيين أو التنظيف كل حسب رغبته أخذنا المبادرة مع المنطمة المغربية على أساس أننا نتحاول مع الساكينة من أجل أننا نزلزين للحي ديالنا بطبيعة الحال وإشراك فعالية الحي باش أنها تقوم بهذه المبادرة معنا وبطبيعة الحال أخذنا موافقة ديال الساكينة اللي حبدات الفكرة واخذناها من أحسن يعني الصورة القبلية والبعدية الحمد لله أخذت واحدة الجمالية نحن كسكان هذا الحي فعطت هذا السباغة وهذا المنظر الجميل يعطى واحدة صورة جوينة للحي ديالنا وخاصة الإخوان المتطوعين كانوا أبناء الحي لهم ساهموا في هذا فعطى صورة وجمالية للحي ديالنا هي مبادرة تطوعية تسهر عليها المنظمة الوطنية للأعمال التطوعية بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني وساكنة المدينة تطمح لتنظيم دورات أخرى في مختلف مدن المملكة ولما لا تصدير الفكرة خارج حدود الوطن